سعال هل أمو إلينا الضفو عمو يزي عبر موقع الانترنت عمو يزيد بوان كوم بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد بوان كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك إذن يا أطفال أصدقائنا اللي رح نشاركون نقول لهم شوية على الصبر باش نتصلوا بهم باش يجوا يحضروا معنا في بداية كل حصة نتكلموا على أيام دولية وعالمية مهمة عبالكم اليوم وش يصادف؟ يصادف اليوم العالمي للمسرح تحبوا المسرح؟ مرابو إذن المسرح هو فن من الفنون وعبر المسرحيات ممكن أننا نوجهه رسائل يا أخي ممكن مسرحية تكون للترفيه ممكن تكون مسرحية لتوجيه رسالة وكامل المسرح مهم بزاف في حياتنا شو كون لي رح المسرحة هنا يا المسرح الوطني وكامل رحتو رحتو المسرح رحتو رحت مرة رحت المسرح إذن المسارح مهمة 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 يا أطفال يا أخي تحبوا الألغاز؟ نعم سباب البيروكي سباب البيروكي البيروكي يليبو هاي يليبو مارسي 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 إذن لغز اليوم يقول عندي تاج فوق رأسي لكني لست بملك عندي حراشف في جسمي لكني لست بسمك أعيد اللغز عندي تاج فوق رأسي ولست بملك عندي حراشف في جسمي ولست بسمك صحيبة ولا سهلة شاطرين شاطرين لا عليش تفكروا لي غاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فيني قدروا يجاوبوا على اللغز بهذا الطريقة هذه أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل اكتب عمويازيت.com اضغط على زورة جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي باليدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائس في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن يا أطفال فكروا مع أصدقائنا لغاية نهاية الحصة وأنا أدرك نقتلح عليكم بما أننا في اليوم العالمي المسرح وكامل حبينا نترقوا الفنان جزائري تشكيلي حبينا نور الهدى تعرفنا بهذا الشخصية اللي هو محمد إسياخم تفضلي تفضلي نور الهدى تفضلي تفضلي نور الهدى تفضلي مساء الخير يا أطفال مساء النور اليوم جت نحكيكم عن حياة الرصة محمد إسياخم وليد الفنان تشكيلي محمد إسياخم في 17 يونيو 1928 بقرية جناد بأزفون بالقبائل الكبرى فكبر وكبرت معه انفعالاته الحادة وقلقه المزمن الذي غدته العزلة والإحساس بالاختراب والتهميش في عام 1943 عندما كان يعالج قنبلة سرقها من معسكر فرنسي انفجرت القنبلة وقاتلت شقيقين له وأحد أقربائه وجرحت ثلاث آخرين بينما بقيه وسنتين في المستشفى خضع لثلاث عمليات جراحية أدت إلى بطر دراعه اليسرى درس الرسم صغيرا وتتلمد على يد محمد راسم ثم أتيح له أن يعرض لوحاته في باريس عام 1951 بقاعة أندري موريس ينضم بعدها إلى طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس في عام 1963 أصبح أستاذا بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر وعدوا مؤسسا للاتحاد الوطني للفنون التشكيلية وتجول بمعارضه في الكثير من الحواظر والعواصم وحاز الكثير من الجوائز والميداليات التقديرية لعل أهمها جائزة الأسد الدهبي في روما عام 1908 اشتغل إسياخم أيضا بالكتابة والصحافة وله إسهامته الكثير في ذلك كما ألف كتابه 35 سعنا في جهنم رسام أعرض لملامح من تجربته الفنية والإنسانية توفي في فاتح ديسمبر 1985 بعد صراع مع مرض السرطان رحمه الله شكرا 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 نور الهدى شكرا نور الهدى إذن محمد إسياخم فنان تشكيلي جزائري معروف كان أحد مؤسسي الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية إذن رحمه الله رحمه الله بما أننا ما عدناش بزاف من اللي رانا في فصل الربيع مش هلأيكم لو كانوا نروحوا نسمعوا أغنية أغنية هلأيكم عم ويازين نقول فيها هي الفصول الأربعة جميلة منوعة يلا كامل معي هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة فصل الشتاء بارد فيه ثلوج ناصعة رياحه قوية رهوده مروية أما الربيع الأخضر فساتن ممتعة يرقص ناسمه ورد الحقول الشاسعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة لون الخريف شاحن أوراقه مقطعة تنطرت بهبات تحت الأشجار النابعة والصيف بالحرارة شمس السماء صادع فصل نحب بحره لا نعد الأمتعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة الله هو الخالق والكون ليس مضيعا هل تفهم أحباتي كل الفصول نافعة الله هو الخالق والكون ليس مضيعا هل تفهم أحباتي كل الفصول نافعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة برافو 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 شكرا شكرا إذن هل تعلموا أحبتي كل الفصول نافعة كل فصل وعنده المنافع وربي سبحانه موزع المواسم موزحهم كل موسم وعنده الفائدة موسم المطر الموسم من الشمس يعني حتى الفواكه موزعا لهذا المواسم إذن يا أطفال كل الفصول نافعة تحبوا ألعاب الخفاة؟ نعم يلا نروحوا مع عم محمد لجانا من مدينة الأغوات في ألعاب الخفاة تفضل عم محمد تفضل عم محمد تفضل 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 عم محمد اشتركوا في القناة 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 هذه الحكاية تقول كل الشجرة بثلاث يلا معايا نحكي لكم الحكاية يا اطفال كما وعدكم مقبلة رح نحكي لكم حكاية الشجرة بثلاث دوكم فهمكم على الشجرة بثلاث واحد النهار كانوا واحد السكان في واحد القرية كانوا في هذه القرية عايشين في سلم وامان ويعملوا كامل وبكريا لبلكم الناس كانوا كل حياتهم بنية على الغابة والحطب وكامل لأن الشجرة تعطيهم الحطب بش يدفاوا الحطب بش يطيبوا تعطيهم الثمار من أشجار وكامل ولكن هما ما فهموش بالليل لازم يغرسوا الأشجار كانوا برك بهذوك الأشجار اللي قدموا كامل كانوا برك بالأشجار اللي قدموا كامل ينحوا بش يدفوا الحطب يأخذوا الثمار وكامل واحد النهار قلت الأمطار وجفت هذه الغابة جفت كلها يعني الأشجار ما وللش تعطيهم الثمار جفت هذه الغابة ومبعد قالوا كيفش رح ينديروا الثمار مكانش والغابة جفت وكامل كيف يديروا ديروا اجتماع حكذا وتفهموا واحد وبدأوا يهدروا بيناتهم واحد قالهم لازم نغيروا المكان ونروحوا نشوفوا بلاسة أحد أخرى وكامل برك يكون فيها الطبيعة أحسن وفيها الأشجار بالثمار وكامل وبعد نتقوا هذا الرجل الحكيم قالهم هاد الغابة هادي قالهم إذا كان كلما تروحوا بش تنحيوا شجرة بش تدفوا بها ولا بش طيبوا بها كلما تنحيوا شجرة تغرسوا ثلاثة ثلاثة أشجار جدد رح ينشوفوا كيفش الغابة رح ترجع كما كان الحال صبروا كلما يروحوا ينحيوا شجرة بش يدفوا بها ولا يطيبوا بها ولا يغرسوا ثلاثة أشجار واحد أخرين شافوا بالغابة بعد مضي وقت ما الغابة هذه خذرت وصبحت كبيرة كان لازم يغرسوا الأشجار هذه الغلطة لدروها مع الأول عمو يزيد عمو يزيد استخرصوا من حكاية اليوم أن الشجرة أهمية كبيرة لمحافظة على توازن المحيط برافو 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 تسفيقة 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 على بوبي تسفيقة برافو إذن يا أطفال للشجرة أهمية كبيرة للحفاظ على توازن المحيط لازم نغرسوا الأشجار التشجير مهم يلا معايا عجبتكم الحكاية يا أطفال إذن يجب غرس الأشجار لأن الشجرة مهمة جدا جدا في حفظ توازن المحيط يا قي الحقنا الوحدة روكنا نحبوه بزافه وركن البريد بريد عمو يزيد وين الأطفال يبعتونا رسائل عبر موقع الانترنت عمو يزيد بوين كوم بالضغط على الزرار آراء وملاحظات ويبعتونا رسائل وين نقرأهم بوبي شوف البريد تعال الأطفال إذن يبعتونا رسائل كين؟ آه هايلا 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 نحب نقرأ الرسائل تعكم شكرا تسفيق على بوبي تسفيق على بوبي إذن الرسالة الأولى عبدالإله العباس 12 سنة مدينة النضرومة ولاية تلمسان برنامج عمو يزيد جميل جدا أحبه كثيرا إذن عبدالإله العباس 12 سنة من نضرومة شكرا على هذه الرسالة الجميلة الرسالة المولية حمادي مريم ست سنوات من مدينة أمدوكال بولاية باتنا أنا مريم أحبكم وأقول لكم بالتوفيق إذن مريم حمادي ست سنوات من أمدوكال من باتنا تحياتنا لكل سكان ولاية باتنا رسالة تاعك جميلة 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 جدا الرسالة المولية بحري عماد الدين ثم سنوات من مدينة يوب بولاية سعيدة أولا قد بنتي شفتي إذن بحري عماد الدين ثم سنوات من مدينة يوب بولاية سعيدة تحياتنا لكل سكان ولاية سعيدة قال لكم شكرا على هذه الحصة الرائعة والجميلة بالتوفيق شكرا عماد الدين بحري وليدي الله يخليك رسالتك جميلة جدا الرسالة المولية بوكفوسة أحمد رمزي 12 سنوات مدينة بغلية ولاية بومرداس تحياتنا لكل سكان ولاية بومرداس قال لك أشكرك جزيلا الشكر على اهتمامك بعالم البراءة حصة جد ورائعة فوق كل ما تتصور أتمنى لك المزيد من التألق والإبداعات نورت براءة الجزائر يعمو يزيد ألف شكر أحمد رمزي 12 سنة من مدينة بغلية شكرا شكرا وليديك صحة هذه الرسائل جميلة جدا وريح تحفظنا باش نكونوا دائما نحاولوا باش نكونوا عند انتظاركم إن شاء الله معاشي فاطمة الظهرة تسع سنوات من مدينة خمستي ولاية تيبازا قتلكم حصة عمو يزيد حصة جميلة جدا وخاصة بالأطفال أنا أحبها كثيرا لأنها ممتعة ومسلية أشكر عمو يزيد اهتمامه بالأطفال وتقديمه لنا هذه الحصة الجميلة شكرا إذا معاشي فاطمة الظهرة تسع سنوات من خمستي ولاية تيبازا شكرا بنتي شكرا هذا الرسائل عمو يزيد كلها يحتفظ بها لأنه يحبها يحبها وأنتم رسلونا على موقع الانترنت عمو يزيد بون كوم دركاء تقول لي عنده نكتة جميلة جي يحكيها لي تعالي بنتي أروحي تعالي أقعد بنتي موسمك بنتي؟ ماريا ماريا حالة عمرك ماريا؟ تناشة 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 تنسة تناشة تنسة تناشة تنسة تنسة الله يبارك أين تسكن ماريا؟ في بوشاوي أخيام النسي اتفضلي ابنتي؟ قال لك أحد أستاذة تتحدث في الفرنسي قلت إلى تلك الميتا حكش نقولون جماب الفرنسية واحد الميت قال هالية توال صغيتي من أحد أخر قلت له كيف شكل هالية تجملة قال هالية توال يقدم اللار والأقصر يقدم الخردان برافو برافو بنتي برابو. تعال تعال اوليدي تعال. تعال اقعد اوليدي. واسمك? بدردين. بدردين. وين تشكن بدردين? زيرالدا. في زيرالدا. شحال في عمرك? رأيت عشر سنة. الله يبارك. حكي انو نكسة تاك اوليدي? اه اه غالك واحدة نهار جوحة راح يشري البن. البن. قال البن اعطيني رتل البن. اه اه ومبادا قالوا. قالوا يا لبن اه ارفي يديك وعاء اين. وعاء اين يا جوحة. فقال له اه 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 وعاء للبن وعاء للماء. اه اه تردل. شكرا 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 شكرا. شكرا. تعال اوليدي تعال. 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 اقعد اوليدي. واسمك? فداء. وانت تسكن. في سيدي على الليل. اش حال في عمرك? سبعة. سبعة ايام? سبعة شهر? اه. ها. سبعة سنوات. اه سبعة سنوات. عمل لي سبعة اسابيع. قولي اوليدي نكتتك. اه 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 ع Bishop. وقال ضفدع. وبدأ بعد اه بدأ أه اه عبدو قفل. قال ضفدع اخر. اه عبدو. بربو 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 بربو. اذا يا اطفال حقنا ذركها. الركن. الجواب عن اللغ. عندي تاج فوق رأسي. لكني لست بمالك. عندي حراش في جسمي لكن لست بسمك. من انا? على بالي بالشاطرين عندي تاج فوق رأسي لكني لست بمالك. عندي حراش في جسمي لكني يعني لست بسمك. تعالي بنتي يا روحي. تعالي. روحي منا. واسمك بنتي? علوش دعاء. وين شكني دعاء? في عين الدفلاء. في عين الدفلاء. خير ناس سلمنا لكل ناس عين الدفلاء. روحي يسلمي لهم كامل لا? لا يسلم. وش هو الجواب? اديك. لا لا. لا لا. هو الشاطر الاول عندي تاج فوق رأسي لكني لست بمالك ولكن عندي حراش في ولست بسمك. تعالي. تعالي بنتي. اروحي. اروحي بنتي. شاطرين شاطرين شاطرين. اروحي هنا بنتي. واسمك بنتي? شي ماء. شي ماء. حل في عمرك شي ماء? ناشي سنو. الله يبارك بنتي. وين تسكني? في مدينة البوليدة. في البوليدة مدينة الورود. مجبتي ناش وردة مع كلي مع مو يزيد. ايه معلش. وش وجود? الاناناس. الاناناس. وعلا عنده تاج ليس بمالك عنده الحراش وليس بسمك. برافو برافو بنتي. اعطيه الهدية تحا. اعطيه الهدية تحا. احنا نحبه الاطفال الشاطرين. اذا عمو يزيد يهديك هذا الكوب تشربه فيه النأو والحليب. ان شاء الله ينفعك. وكذلك تلات سيديهات من حق الطفولة معلمي. ومبروك النجاح عليكم. تفضلي بنتي بالتوفيق. العفو 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 العفو. العفو بنتي. والان الحقنا ركن عيد الميلاد. عدنا عيد ميلاد محمد عشر سنوات. تعالى ولدي. تعالى اروح. اروح محمد. تعالى محمد. تعالى. اذا عيد ميلاد محمد. احنا احنا نغنو له عيد ميلادك احلى عيد. واصدقائنا يروحوا يجيبونا القاتو ديالو. احنا نغنو له تعالوا. تعالوا. يالله لتحقوا بيا. الله يبارد فيك ويزيد. ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارد فيك ويزيد. ونقول لك عيد ميلاد سعيد. من القلب يدك نتمنى. صح و سعادة وهانا. شرح يا ربي. لبية سانة. ونعيش ايامها اخرى. شرح يا ربي. لبية سانة. ونعيش ايامها اخرى. يا بانين ويا بنات. يلنطير فالونا. نسأل مراح. غني نفراح. ونعيش احلى الاوقات. نسأل مراح. غني نفراح. ونعيش احلى الاوقات. نسأل مراح. هذه الحلوة لك جبناها. وشمعك فيها زرعناها. بسمك انت زيبناها. ليلة حلوة يا محناها. بسمك انت زيبناها. ليلة حلوة يا محناها. موسيقى 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 ستة ستة خمسة لبعة كنت ثلاث واحد يالله طفيش مع محمد برافو 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 أعطيني الشهادة تاعه إذن محمد مبروك عليك وليدي عم يزيد يهدي لك هذا الشهادة شهادة إنجاح تصوير حسة مع عم يزيد في هذا الظرف الجميل هذا اللي تحتفظ به وانتو ما كذلك يا أطفال غير تخرجوا كل واحد ياخد شهادة باسمه باش يحتفظ بها كبكرة لزيارة عم يزيد يا قي وحنا ثاني بما أنك رسلتنا بخمس قاسمات من علاب حالي برامي على صندوق باري 42 ألف استوالي العاصمة رامي راعي البرنامج يهدي لك هذه الدراجة هذه إن شاء الله تستفد بها ولدي وانا ما أبقى لي إليه لنقولكم أبقى على قيس نونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت سلام نحبوكم يا أطفال لا تحزنوا حنال ودا يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حنال ودا يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين